مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية أيضا رياح مثيرة الببار والأثرب في يوم الثلاثاء وأيضا هناك حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأربعاء بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة هذا اللون الأحمر الغامك يمثل درجات الحرارة الأعلى واللون الأحمر الفاتح يمثل درجات الحرارة الأقل لكن بشكل عام تبقى الكتلة الهوائية الحارة تؤثر على المملكة بشكل عام لكن إن شاء الله يوم الأربعاء يقترب من المناطق الشمالية من المملكة رياح ذات درجات حرارة أقل وبالتالي ذات رطوبة أعلى هذا في المناطق الشمالية من المملكة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض هذه الليلة أجواء لطيفة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 23 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الاثنين أجواء حارة نسبيا في النهار لكنها معتدلة ليلا العظمى المتوقعة في الرياض 35 والصغرى 25 درجة مئوية يوم الثلاثة ارتفاع على درجات الحرارة أجواء حارة نسبيا إلى حارة مع ظهور بعض السحب العالية والعظمى المتوقعة 38 الأجواء أثناء الليل بتكون معتدلة إلى حارة نسبيا والصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية يوم الأربعة أجواء حارة درجة الحرارة العظمى المتوقعة 39 في الرياض لكن في الليل أيضا أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا ولكنها غائمة جزئيا كون أن المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي هناك فرصة واحتمال لسقوط زخات رادية من المطر الأربعاء ليلا بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى في المدن المختلفة اسكاكة 35-24 تبوك 38-26 عرعر 32 إلى 21 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة المدينة المنورة أجواء حارة 41-28 مكة المكرمة أيضا أجواء حارة 42-27 جدة 36-26 الطائف أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا 32-23 المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أجواء غائمة جزئيا في الباحة وأبهة مع فرصة لسقوط زخات رادية من المطر الباحة العظمى 27 والصغرى 20 أبهة العظمى 28 والصغرى 17 جازان أجواء حارة وبالتالي العظمى 36 والصغرى 27-29 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية أجواء حارة نسبيا نهارا وأيضا معتدلة إلى لطيفة ليلا حفر الباطن 33-21 الدمام 34-23 الإحساء 34-22 درجة مئوية المنطقة الرياض والمناطق الوسطى أحائل أجواء حارة نسبيا وبريدة في النهار لكنها لطيفة ليلا حائل 33-23 بريدة 33-24 والرياض أجواء حارة نسبيا نهارا ومعتدلة ليلا العظمى المتوقعة 35 والصغرى 25 درجة مئوية مشاهدينا في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ونتمنى الجميع أوقات سعيدة ولكم تحية طيبة من تقصي العرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة